مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع كنا هالأيام بنسمع عن فيروس الكورونا خطر فيروس الكورونا كل الأخبار عم تحكي عن فيروس الكورونا اكتشفوا دولة فيروس الكورونا لأ ما اكتشفوا دولة فيروس الكورونا اكتشفوا السبب لفيروس والكورونا لا ما اكتشفوا السبب اكتشفوا الحيوان الناقل لا ما اكتشفوا الحيوان الناقل كل يوم بنسبة اخبار اليوم مات كذا 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 رقم اليوم اصيب كذا كذا شخص ارقام معلومات صراحة غريبة لكن اليوم هحكي لكم عن فيروس الناس ما بتحكي عنه وقتل الى الان بنفس الوقت اكثر من فيروس الكورونا بتكون تعرفوا شو هذا الفيروس خليكم معا يتابعوا طبعا عشان تعرفوا لازم تعملوا سبسكرايب تعملوا سبسكرايب تفعلوا جرس التنبيهات ويحذروا الحلقات اللي راحت والحلقات الجاي ويعملوا شير لاصحابكو عشان يستفيدوا كل معلوماتنا في هاي القناة فيها اشي جديد انا ما بحكي انه القناة الوحيدة لكن كل هدفها الفائدة والمعرفة وان شاء الله نقدر نوصل كل جديد خلينا نبدأ طبعا الانتشر قبل فترة وكنا بدأنا نسمع عن فيروس الكورونا او كورونا المستجد او كورونا المستجد او كوفيد او ستة وسبعين الف شخص الرقم مش كبير بالنسبة للفيروس اللي حنحكي عنه اللي اصاب ملايين الاشخاص حول العالم هذا الفيروس قتل 1200-300 شخص برضو مش كتير بالنسبة للفيروس اللي حنحكي عنه اللي قتل الوف الاشخاص هذا الفيروس يعني جديد فالعلماء اكيد محيرهم لكن الفيروس اللي حنحكي عنه اللي قتل الاشخاص معروف والعلماء مش ملايين له اي حل هذا الفيروس الكورونا يعني صراحة السوشيل ميديا عملت منه فيروس السوشيل ميديا يعني هو اللي انا بحكيه يبدأ سميه فيروس السوشيل ميديا لانه الناس بدأت تحكي فيه تدخل على اليوتيوب تسمى اخبار واتورق وحتى من مواقع رسمية ليس يعني ما انزل الله بها من سلطان بجيبوا مصادر ما بتعرف من وين وعم بيحكوا عن هذا فهولوا موضوع فيروس الكورونا صراحة يا جماعة فيروس الكورونا وفيروس قديم ليس من الفيروسات الجديدة وفيروس عرفته البشرية منذ مئة سنة تقريبا معروف في الحيوانات بدأ انتقاله في الستينيات من القرن الماضي للانسان وكانت اول حالات ظهرت اخر حالات ظهرت في السارس وكنا سمعنا عنه في ميرس او متلازمة الشرق الاوسط تنفسية وكنا سمعنا عنه وفي السارس قتل حوالي 11 بالمية من المرضى في الميرس قتل اكثر من 35 بالمية من المرضى الفيروس الحالي عم بقتل بس 2 بالمية من المرضى يا جماعة 2 بالمية يعني 98 بالمية عم بقاوموا هذا المرض فالمرض مش بهذه الصورة اللي هولها لنا الاعلام وطريقة التبهير الواو والطريقة انا بقول لك هو موضوع السوشيال ميديا اللي عبت دور كبيرة لانك ما بتفتح اي تويتر فيسبوك انستغرام يعني غير بتسمع عن ناس بيحكوا عن هذا الموقع عن هذا الفيروس لكن انا بدي احكي لكم عن شغلة تزامنت مع الفيروس تزامن مع الفيروس الانفلونزا ما احد عم بيحكي عنه بناء على CDC أو Center Disease Control الامريكي في الفترة من 2019-2020 اللي هي من بداية شتاء 2019 نحكي الى الان بنفس هاي الفترة اصيب حوالي 15 مليون شخص بهذا الفيروس نعم اسمعتوا الرقم صح 15 مليون شخص 15 مليون شخص اصيبوا بهذا الفيروس اللي نحكي عنه في حوالي 280 ألف شخص الآن في المستشفى مش قادر روح على بيته اللي ضعف في جسده وهذا الفيروس طاغي على قدرته ولازم يكون تحت الكنترول من قبل الأطباء 280 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية جماعة بس في الولايات المتحدة الأمريكية مش عم بحكي عن كل العالم تعرفكم واحد مات من فترة بداية الكورونا لهلأ بهذا الفيروس اللي هو ما حدا عم بحكي عنه حوالي 16 حالة 16 ألف حالة وفاء 16 ألف 16 ألف حالة وفاء بهذا الفيروس نعم 16 ألف حالة وفاء غاد بس 1200 حالة أو 2300 حالة إلى الإحصائيات اليوم هذا فقط في أمريكا عم بحكي لكم 16 حالة ألف وفاء تعرفوا شو اسمه هذا الفيروس بيروس الإنفلونزا يا جماعة الإنفلونزا الجريب الرشح اللي كلنا 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 ما بنعرف إنه بزوي بلاوي وما أحد بحكي عن الموضوع يس الإنفلونزا العادية اللي بتسمعوا عنها والناس بتسمعوا عنها من سنوات وسنوات قتلت في أمريكا في هذه السنة 16 ألف شخص في كندا في كل سنة تقريبا بالفلوسيزن بموت 3000 شخص من هذا الفيروس إيش الطبيعي هذا النورم يعني هذا الأرقام الطبيعية طرق الوقاية والعدوى تقريبا تشابه مع فيروس الكورونا ليش الإعلام ما عمل ضجة ليش السوشال ميديا ما عم تعمل ضجة على هاي الأرقام أنا أتوقع لأنه فيروس الكورونا فيروس جديد ظهر بصدفة هيك ما حدا عارف كيف ظهر قد يكون هذا السبب نحكي إنه يمكن بس حبيت أفيدكم بهاي المعلومة وإن شاء الله لا يصيبكم لا إمفلونزا ولا قريب ولا كورونا وتكونوا بعاد عن كل هاي الأمراض أنتم وعوائلكوا وتضلكوا جميعا بصحة وعافية وسلام لكم وتذكروا كلمة وهان اللي هي رح تساعدكم إنكم تعملوا وقاية من جميع أنواع الفيروسات W-U-H-A-N السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد